خرق واضح لحظر الأسلحة المفروضة على ليبيا منذ العام 2011 تنفذه دول وشركات من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في البلاد هذا ما كشفه تقرير أعدته الأمم المتحدة موضحا أن معدات نقلت إلى ليبيا جوا وبحرا على نحو متكرر وفاضح ومتهما الأردن والإمارات وتركيا بخرق الحظر على الأسلحة المرسلة لقوات المشير خليفة حفتر ولحكومة الوفاق الوطني التقرير الأممي قال أنه في الأشهر الأخيرة أرسلت إلى الجانبين المتحاربين أسلحة متطورة جدا من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع مشيرا إلى ألاف المقاتلين السودانيين والشاديين الذين ينضمون إلى الجانبين وفيما يواصل الجيش الليبي بقيادة حفتر عملياته العسكرية لدخول العاصمة طرابلوس أعلن استهدافه مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية في الكلية الجوية العسكرية بمصراطة المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أكد أن لدى قواته معلومات استخبارية عن عمليات شحن جديدة لمعدات عسكرية تركية على سفن عسكرية ومدنية تركية إلى مصراطة وأضاف المسماري أن القوات الليبية قررت حظر الطيران فوق المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية وخصوصا منطقة سبهة من جهتها دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى وقف القتال في ليبيا والعودة إلى المحادثات برعاية أممية وعقب اجتماع لزعمائها في بريكسل أكد بيان مشترك أن السلام الطويل الأمد في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية سياسية